يعني بدأت بداية محمد الحلو يعني أحد أهم الأصوات في هذا الجيل اللي ظهرت في هذا الجيل قدر أقول النصف الثاني من القرى العشرين واحد من أهم الأصوات وفجأة ديب وهغني الليلة ليكي مع نجم نجوم هذه المرحلة على الحجار على الحجار قابلتوا إزاي؟ كان بقى صديقنا خلاص بينا شلة يعني وكنا كان عنده حفلة في المغرب وأنا يا رمز يا أخي كان عايش في المغرب وكان عمدة المصرية يعني يوسف إدريس يروح يبقى عنده رمزي مش السفير أي حد يروح يبقى رمزي رمزي فنان وفرحان الناس مهندس بطرول بس مضروب بالفن وخير جمعة فنون على فكرة رمزي ومثل في عدة أعمال آآ آآ هو حياته كلها فن فعلي بيقول دا أنا مسافر بكرة المغرب آآ دا أنا هو سامي دي عندي حفلة سامي قال له طب ما تيجي نطلع طلعنا على المطار في نفسي أنا بقى لما حدث على متجاوز سامي طبعا بيعتبر نفسه مش متجاوز على طول هنوش دعوا بينا وأنا اطلعنا على المغرب اعدنا مع علي 10 تيان يعني كان راح يعمل حفلة يومين مسلا آآ اعدناicable jed كل يوم بقى حفلات كان موجود محمد الفيتوري عيه شعر الحظيم الرحول مش سعر العظيم كان موجود بردو عند رمزي كل يوم بقى علي بيغني الصبا والنور رمزي عنده شراية جاست ومش عارف ايه كان منازل شريط في قلب الليل كويس و بيسمع هولنا ما كانش لسه نزل اه فسمع طبعا الشريط رائع اه في الليل حدوت اه اه حدوت اه بطلقة عالي بس ليه مفيش جوه الشريط اه حاجة سهلة اه يعني في الاول و في الاخر في قلب الليل انا و جمال بخيط و رمز العدل قاد مبسوط و اه بشوف الصور الشعرية و عالله ارحمه و صمعه اضله اه بس حاجة يعني حاجة للناس يعني اه لما نرجع اعمل له غنه كويس فعملت انا و خليل خليل مستطفى الله يرحمه و رفس ان اليه هغني الليلة ليك وتحطت هي هد شريط انا كنت عيدي اه كثية الهد و كلمة هد وقتها معناها يا جماعة دي الاغنية كان الالبوم بينزل فيه عشر اغاني 8 اغاني 9 اغاني كلمة الهد دي كان دايما اللي يبحث عنها كلنا بنتخانق على غنوتنا تبقى الهد الهد علشان دي اللي بتتصور حتى معامر دياب يعني انا معامر دياب بقى جناية كلها كن اه اه انا و مجد اللي يرحمه اه حبايب و صاحبه كله بس كل الوقت فينا عايز غنوته تبقى الهد هو غير كده هو المطرب كمان بيدور على مش شركة بيدور على الاغنية الهد عشان هي دي اللي هتبيع هيبيعوا بها الشريط فكانت اه اه اغنية هغاني الليلة ليك هي الاغنية المرشحة انا كنت عيدك رياد لان شريط لا انا كنت عيدك فاروق الشرنبيل اه 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 انكسر بوانا شئ انكسر بوانا شئ بهائد دين محمد اللي انت ايه عملته مع احب كوانتلق عصفور بحب كوانتلق عصفور اه احمد الحجار انت عملت ايه مع رياض رياض عملنا حاجات عملنا العلي لمدحك صالح مورني قطيعي وخب المسيح ونور بيهل من التقطيعيح اصلانا اصلانا يعني الرياض ده لا هو الجيل ده على فكرة احنا جبنا دلوقتي نسيرة رياض الهامشان وفروش الشرنوبي وخليل مصطفى وخليل مصطفى وصلاح الشرنوبي كانوا عطاولة يا جماعة النظر وطبعا احمد الحبار اه طبعا الله الحمد في سنناوي وياسر عبد الرحمن لا احنا الجيل ده بمتهى الامان معلش الشيء يسكر لازم نجيب سنتهم يا وحتى جمال عطية يعني فيه اسامي عظيم في الشريط ده كان موجود جمال عطية مع عقريم عبد الفتاح كانوا عاملين ابنية عصفور وياه ياه ياه مع محمود جمعة يعني لا كان جيل طالع من بطن تجربة تجربة ناكسة شوفنا احنا صغيرين ثم تحول يعني احنا كان اعتقد ان احنا كل اغانينا كانت ممسوحة كده بتجربة سياسية من غير ما ندري بالضبط كده الظرف كان كده يعني كان كده صحيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر